موسيقى الصفرة مش رصة أطباق وصناف أشكال ولوان وخلاص الصفرة فيها عادات صحية وأكلات لازم ما تغيبش عنها وأهم طبق لازم يكون على صفرتنا هو طبق الصلطة أكلتنا النهاردة هي صلطة دجاج مشوي بعصير اللمون أول حاجة هنعملها هو صاص اللمون اللي هيكون أساسي في تنبال في صلطة بتاعتنا نص كب بيت عصير لمون نص معلقة صغيرة مل عليهم كمان نص معلقة فلفل أسود نص معلقة كامون نص معلقة فابريكا فصين توم مفرومين نص معلقة سكر بني هارس الشطة دي اختياري بس المحبين الشطة وأخيرا أهم حاجة رشة البقدول ونقلبهم هنجيب معنا الثلاث قطع شدور فراخ وبالصاص الجنان اللي عملناه هنطبل دي الفراخ بتاعتنا هنحط الجرال على النار ونحط فيها معلقة زيزة تون وهنحط الفراخ اللي تطبلناها في الجرال أول ما وش قطع البنية تاخدون هنقلبها على الوش الثاني بعد ما قلبناها هنحط بتاني رشة سوس الفراخ عندنا خلاص استوت هنطلحها ترتاح وهنكمد بالخضرات لنفس الجرال اللي عملنا فيها الفراخ هنطبل فيها بصل جوليان وفلفل ألوان وعليهم نفس التدبيل الجنان هنقلبهم ونسيبهم لحد ما يتبلوا الفراخ اللي احنا شوناها هنقطعها قطع سلايا صغيرة خلصنا تقطيع الفراخ دلوقتي هنبدأ نروس طبق السلطة بتاعنا أول حاجة هنحطها في الطبق بتاعنا وأميز عنصر في السلطة النهاردة هو الخاص المصري هنحتاج ان احنا نقسم معيدان الخاص نصين وبس بعد ما راسينا الخاص بالشكل ده هنحط عليه الخضروات المشوحة خلصنا الخضور هنحط دلوقتي الفراخ المشوية شاري طماتو وأخيرا صاص اللموني الجنان اللي هنعملنا الخاص المصري مليام بفيتامينات وأملحة عدمية وده بدوره بيساعد على تقليل الحموضة وتنقية الدم وتحسين الصحة العامة للجسد ولإنه مليان بقلياف ده يساعدك على زيادة الشعور بالشبع جربوها ومشتن دون كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم